هنا بهذا الحي السكني تبدو كل العمارة آهلة بالسكان عن آخرها لكن بمجرد ولوجك تجد العديد من الشقاق مغلقة بالإسمنت والآجر في صورة تدعو إلى الحيرة خاصة وأن هذه الحصة السكنية وزعت قبل أربع سنوات يحدث هذا في ذل ارتفاع وترة الاحتجاج منذ مدة زمانية ليست بالقصيرة أحنا المسؤولين لنا هادرو معاه يقولون تعمالهم وشكندهم مالهم ما زال معربناش وهم وكل خطرين يجيبوا واحد يسكنوا هنا سكيمي سكيمي فينا رحة الشهداء ناسي محمد أعطونا حقنا رابنا رانا نقصوا أولادنا في الميزيرية أحنا في الميزيرية المرضى للهوائي شطون بأت الحنوشة ليلى الله محمد رسول الله بزاف أقول الباطمات هاملك شوفوا البلوكران فارغين مكش اللي بغاية تحمل المسؤولية تحمل جير حان لا يسكن رئيس الدائرة من جهتي أوضح أن السكنات وزعت في حيزها الزمني لكن هناك رفض استلام من طرف أصحابها لأسباب شخصية المواطنين لأصحاب هذه السكنات لحد الآن رفضوا أنهم يستلموا هذه السكنات طمعا منهم أنهم يستفيدوا من إعانات السكن الريفي وقامت مصالح الدوان ترقية وتسير عقاري بغلق هذه السكنات هذا وتبقى هذه السكنات بحاجة إلى قرار شجاع من شأنه رفع الغبن وإدخال البسمة على الكثير من المتضررين من أزمة السكن